لبّك كان ذبحتي تسلم الشيعة لبّك كان بذبحتي تسلم الشيعة خلهم يذبحوني ويسلبوني الوديعة وانشايايا نترضى بذبحة حسين ورضيع لبّك خلنا ننذبح وانشيد الدين لبّك لبّك انشايا بكربل محفور قبري والله لبّك خلّي لحوجي يدوس الصدري لبّك كان بكربل محفور قبري والله لبّك ما يسوي بدال القبر سبعين سلام الله عليك يا أبا عبد الله نعم خرج من مكة توجّه إلى كربل حفاظاً على دين الله وتشييداً لأركانه لكن أبا عبد الله أخرجت معك زينب ونظرت إلى حالك الذي صرت إليه أنت ومن معك كأني بزينب بسلام الله عليها يا 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 وهي تنظر إلى أجساد الشهداء من بنيها تقول أنا يحق لي لنوح الدهر كله والله كلّي اللي نذبح ضامي مع أهله والماء يطامي وما حصل له لو أن الدهار يسمعني لقلّه ده قلّه قلّه خذني وخوي حسين خلّه يا 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 خلّه وأنا خذني يا 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 محلّة تنظروا إليهم بعمر الورود الكل شبّان ما منا لبخدّة اختطي الشعر لا والله وجدّة إن باندرك بلوغة وبان بعدها وبان البلمهد يلعي ويفغر سلام الله عليك يا زينب ماذا رأيت من مصائب في كربلاء أو في طريق السبي أو في الشام وفي رجوعك إلى المدينة أو في المدينة لم تنقضي مصائب زينب سلام الله عليها يقولون كان للحسين عليه السلام طفل عليله تركها في المدينة لما خرج كانت تجلس على باب الدار تركها في دار أم سلمة كانت تجلس كل يوم خلف باب الدار تنتظر من يأتيها بخبر من أبيها سلام الله عليه في يوم من الأيام وهي جالس خلف باب الدار وإذا بالباب تطرق قامت تهرول إلى باب الدار لعل رسولا من الحسين قد أقبل فتحت باب الدار تفاجأت البنت تنظر مذهولة تقول قمت للباب لأنعمتي على الباب والله حزينة وتبجي وعليها سود لثياب أنا لما رأتها زينب والله بجيت وصاحت آية يا ياب أوالي على فرقة الغياب أخذتها زينب إلى حضنها ضمتها قبلتها ماذا تسأل ماذا تسأل من زينب تقول عم لماذا تلبسين سود الثياب أين والدي أين أخي الأكبر أين إخوتي أين عمومتي أين أبناء عمومتي آي 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 آه والله يا والدي يا والدي والله ضيم أنا صير من زغري يتيم يتيم أثار الأب يا ناس خامه يفي على بناته حريما أخي مالك عن بناتك معرضا يا الله يا الله يا الله